اشتركوا في القناة في البداية اشهركم على هذه الاستضافة القمة العالمية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2023 تعتبر من اكبر تجمعات العالمية التي تجمع البلمانيات والسياسيات من مختلف دول العالم وهي تركز خلال مؤتمراتها وقممها على عنوين مهمة سعنة بعمل ونشاط المرأة في الشأنين السياسي والبرلمان بهدف تبادل التجارب والخبرات السياسية والبرلمانية من خلال المناقشات التي تطلق إلى تبني اجراءات وقرارات تشريعية وسياسية ملموسة من اجل ان تمضي المجتمعات نحو التنمية والازدهار والامن والسلام وتتجلى اهمية القمة في مناقشة اسامات المرأة السياسية والبرلمانية في ارساء قواعد السلام والامن والتحديات التي تعترضها في مجال ممارسة العمل السياسي والبرلماني وهي تواصل الخرصة للتبادل أفضل الممارسات والمعرفة بالشأن صنع المرأة للقرار السياسي نعم وطبعا بمناسبة بالنسبة لمملكة البحرين أود أن أقول أن أرقى في التأكيد على أن توازلنا نحن كأعضاء من السلطة التشريعية في مملكة البحرين خلال هذه القمة الأولمية يأج أكبر دليل على إنجازات المرأة البحرينية وتقدمها في ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية والصناعة القرار حيث أن قالبية ما تم استعراضها من تحديات ورقبات مشتركة لدى مختلف دول الأولم لدعم تنسين والسلام المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية نجد أنفسنا وبالحقائق والأرقام في مراتب متقدمة ومسبوقة وتعتبر البحرين مثال يحتضى به على صعيد دور المرأة في عملية البناء والتنمية الشاملة التي تشدها المملكة في أهد جلالة الملك المعظم حفظه الله وراءه وسيكون لمملكة البحرين سلمة خلال القمة سنستعرض من خلالها الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة على صعيد عملها في الشأن البلماني والسياسي والاجتماعي والاقتصالي والتعليمي وغيرها من القطاعات المهمة في عملية التنمية إذ نفخر حقيقة بأن المملكة تجاوزت الكثير من المحطات التي ما زالت بعض الدول الأخرى تبحث صبر تخطيها على صعيد تمكن وتقدم وقيادة المرأة طبعا من خلال هذه المشاركة نستفيد كذلك من التجار والصبرات والموارسات الشائدة لدى الدول المختلفة حول الآلم على صعيد المرأة البلمانية والسياسية ونسأل من خلال القمة بتأجيز الدبلوماسية البلمانية وبناء العلاقات والشراصات مع البلمانات والسياسية حول الآلم لما يعود بالمك والخطيء لما ملكة البحرية من العاصمة البلجيكية بروكسل سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس رئيس الوفد المشارك في القمة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك